طيب انتو شايفين الديسكتوب بتاعي او طيب احنا بقى هنبدأ واحدة واحدة كده ولو حد كاتب حاجة في الشات طبعا انا مش شايفة الشات فلو اي حاجة مسمونا ممكن تبقى تقول يعني احنا هنبدأ اول حاجة كده واحدة واحدة علشان نعرف الموضوع كله على بعضه اولا احنا عندنا ثلاث دلوقتي مصطلحات هما اللي موجودين في الساحة وخاصة في التعليم والله هما دلوقتي بيستقضموا في كل حاجة يعني حتى في الاثار والحاجات والشركات كله كله دلوقتي بقى يستخدم الثلاث مصطلحات دول اللي هما الAR والVR والMR الAR ده اختصار لأجمانتد ريالتي والVR اختصار للفيرتوال ريالتي والMR اختصار للمكسد ريالتي هما الثلاثة ليهم يعني فروق عن بعض طبعا كل واحد ليه استخدام لو جينا اتكلمنا على الVR لو بدأنا بالVR هنلاقي ان الVR لو انتوا شايفين الصورة اللي انا عمدتها دلوقتي دي دي عبارة عن اللي هي النظارة والنظارة دي ما بيبين لكش اي حاجة في الواقع انت بتلبسها وهي معتمة خالص انت ما بتبقاش شايف اي حاجة خالص غير الحاجة اللي هي البرنامج اللي انت مشغله هو الكاميرا على فكرة الكاميرات دي بقى سعرها رخيسة اوي في السوق يعني هي الكاميرا دي بتوصل لحوالي 35 جنيه فما بقاش صعب ان انت تشتريها هي بقت سهلة بس هي على حسب كفاءة كل كاميرا يعني طبعا 35 هتلاقيها طبعا كفاءتها من زي الحجم متين وشوية دوما بالنسبة للVR بعد كده عندنا الMR او الميكسد رياليتي الميكسد رياليتي ده بقى بيجمعلك ما بين الVR وما بين الAR انا دلوقتي عملت الصورة بتاعت النظارة اللي هي خاصة بالميكسد رياليتي زي ما انتوا شايفين كده هي شفافة طيب هيى ليه شفافة هي شفافة عشان هي بتدمجلك ما بين الواقع وما بين الديفايس هي بتشتغل شغل الديفايس باززبط كا انك حاطد بروشجتور على وشك او او ماسك موبايل حط فيها على عينكبازي وبيدمجلك اتي بقى الحاجة اللي انتشايطها على الارض الواقع كيد من الصورة مش عارف انتو شايفين الصورة اللي فيها الهيكل العظمي ظاهر عندكم؟ ايوة مسنالة الصورة بتاعت الهيكل العظمي دي هم ده هو لو هم العين النظارة يعني الراجل اللي قاعد على الدسك وورا ده ما يشوفش الهيكل العظمي لكن الاربعة اللي شايفين اللابسين النظارات هم اللي يقدروا ان هم يشوفوه طيب هو ما هو وقف على الارض؟ آه هو وقف على الارض علشان النظارة دي دا مجالك ما بين الواقع وما بين هي موقفة النظارة دي موقفة اللي هيكل العظمي دا على الارض فاقدر ان انا اتحكم في الجهاز العظمي دا ان انا امسكه وافصاصه واطلع القلب واطلع مش عارف اي و ايه باستخدام النظارة علشان النظارة دي فاول مرة انت لو تطرقتو على الفيديوهات بتاعك اسماها الهولولينز هولو لانستو لما تتفرجوا على الفيديوهات بتاعيتها هتشوف ان اول ما بتطلع المظارة ديًا لازم ايوه سمحني راهو منشوف الشاشة هنا مش بتشوفي الشاشة لا طيب كل الناس شايفين الشاشة عندي اللي انا عضاهم انا شايف الشاشة مثل الي وانا شايف الشاشة كويس طيب موسي اميس فاطة تخرجي وتطلعي تاني ممكن يبقى في حاجة مع علاقة عندك وكده كده هنسجل و هتشوفه بعد كده وانا كمان البرزنتيشن هبعته لكو يا سلام ده ايه جمال ده انا هبعتلكو حاجات كتير النهاردة انا هوريكو كمان في حاجة كده هبعتها لكو كل حاجة هبعتها لكو النهاردة ان شاء الله لا ده اخر جمال كده ليش يا بس طيب ام فزي ما بقولكو كده هم الاربعة دول اللي لابسين النظارات النظارة لما بتتفتح لأول مرة بس هي النظارة ديان غالية شوية انا يعني نفسي ان انا اجيبها بس هي علشان لسه نازل منها الهولولينس 2 ده فغالية قوي عملتها بالمصري حوالي خمسة وخمسين الف فالنظارة دي اول ما بتفتحها بتبدأ تعرفها على صباعك علشان هي تلقط حركة صباعك لما تجي انت تحاول ان انت تفصص الهيكل العظمي يبقى هو شايف صباعك رايح فين ويبدأ انه هو يشتغل بالحركة بتاعة صباعك دي لو اوز تشد حاجة قدامك بتشدها بيشدها لك برضو عشان اول مرة هو النظارة اتعرفت على صباعك تمام؟ جواً اللي هو المكسد رياليتي برضو نفس الحكاية زي ما انتو شايفين كده المكسد رياليتي بتصهم دلوقتي في كل حاجة حتى في الهندسة في كل حاجة يعني بتعملك الحاجات 3D وقع قدامك وهكذا طيب بعد كده بقى اخر حاجة اللي هي الاوجمانتد رياليتي ودياً من اشهر الحاجات لان الاوجمانتد رياليتي هي بصراحة مش مكلفة خالص هي مش محتاجة منك غير ديفايس مش محتاجة منك غير الموبايل او اي باد اي ديفايس بس المهم يبقى موبايل او فيه كاميرا يعني يعني مش ماينفعش ماينفعش هو الكمبيوتر بس ان انت تضرمج عليه لكن ان انت تطلع الحاجة اوجمانتد رياليتي بقى للواقع لازم يبقى موبايل واي باد الاوجمانتد رياليتي من شروطها ان هو لازم يكون حاجة عندك هارد وير برا يعني زي ما انتم شايفين في الصورة دي التابلت قدامه ورقة هو كل الاوجمانتد رياليتي لازم يبقى فيه حاجة على ارض الواقع انت بتبرمجها علشان لما تحط قدامها الموبايل بتاعك تبدأ ان هي تحول للاوجمانتد رياليتي عن طريق ان انت بتربط ما بين الاتنين ببعض بكود كده معين تمام؟ طبعا الاوجمانتد رياليتي دلوقتي بقى يستخدم في كل حاجة يعني الصورة دي اللي هي فيها الديناصور ده اوجمانتد رياليتي الصورة اللي هي بتاعت الفيل مش عارفة زهرت عندك ولا لأ الفيل هي دي ورقا مفروب بتحطها على الديسك وبتبدأ ان انت تصلت الديفايس فبيطلع منها الفيل بدأت تستخدم في كل حاجة حتى في التعليم يعني زي ما انتم شايفين كده اللي هي الحاجات بتاعت الساينس الاتومز ودي ولا مش عارفة اسمها ايه برضو نفس القصة انت معك ورقة خارجية الورقة دي انت بتبرمجها بحيث ان قبل ما تحط الموبايل قدامها على طول بيطلع الشكل مجسم قدامك في الديفايس بتاعك نفس الحكاية هي بتاعت الكلورو مش عارفة ايه برضو حاجات طبع الساينس والصورة اللي بعدها برضو انت عندك دلوقتي برضو الورقة ورقة هي الشمس وطالع منها كل حاجة هو محولها لأوجمانتد رياليتي فتخيلوا انتم مثلا لو المدرس قدر ان هو يحول الشيتس بتاعته او حقدر يحول الكتاب كله بتاعه وده اللي انا نفسي واملي ان احنا نعمله الكتاب كله بتاعي مدرسة يتحول لأوجمانتد رياليتي لما يكون انا عندي مثلا حسة ماث وانا بدر اسلوم الكيوب او الكيوب بويد او بدر اسلوم الكون يمسك الموبايل بتاعه ويحطو على الرسمة يطلع له الرسمة 3d من الكتاب يقدر ان هو يشوف بدل مانا بعرفهم الورتكس اه او نظري الورتكس والاج والحاجات دي لا انا هيطلع لي بقى الكيوب براه اقدر ان انا هشوف الزوايا بتاعت وهاقدر ان انا هشوف الابعاد بتاعته كل الحاجات دي لما يكون بشرح لهم حاجة للساينس جوة كتاب بدل ما هي صورة مصمطة لأنه هخلي الكتاب دوا يطلع منه الأشكال ويتفرجوا على جسم الإنسان القلب العين وهكذا فتخيلوا الأجمانة دريالتي أنا أقدر أن أنا أعمل بي بلو يستخدموها برضو في الشوارع أنه هم شارع في أي مكان تقدر أن أنت تتعرف فيه على المطاعم تقدر تتعرف فين الكافيات تقدر تتعرف على أي حاجة موجودة أيكيا استخدمت الأجمانة دريالتي أن الناس دلوقتي بدل ما يروحوا يشتروا يعني هي عاملة أبليكيشن كامل أجمانة دريالتي بحيث أن أنت تشوف العفش هيبقى مساحته مظبوطة لما تجيبها في البيت بدل ما تجيب الحاجة وتطلع كبيرة على المساحة أو صغيرة على المساحة لا أيكيا دلوقتي بقت عندها أبليكيشن كامل يقدر أي مشتري بيفتح الأبليكيشن ويشوف المنتج اللي هو عجبه ويبدأ أن هو يحطه في أي زاوية عنده في البيت وبيطلعه بالمقاسات الحقيقية اللي لو اشترى الحاجة هتبقى أدبو فتخيلوا الأجمانة دريالتي يعني يبقى عامل إزاي يعني في حياتنا بقى داخل في كل حاجة من أشهر الحاجات اللي دلوقتي بقت على الفيسبوك الميرج كيوب خلي بقى لكم أن الميرج كيوب ده واحد من ضمن استخدامات الأوبمانتد ريالتي إحنا هنتدرج في إن شاء الله في السيشن لحد آخر سيشن إن شاء الله هنديه في السلسلة بتاعت الأوبمانتد ريالتي هتبدأوا أن تشوفوا البرامج بقى اللي هتبدأوا أنتوا تستخدموها في الكتب إزاي إن أنا أحاول الكتاب بتاعي إزاي إن أنا أعمل أبليكيش إزاي إن أنا أعمل كيوب لوحدي يعني الميرج كيوب ده مش معجزة على فكرة إحنا هنشوف إزاي قصة فكرته عاملة إزاي ده فكرتو سهلة جداً ما فيوش أي حاجة يعني والرموز اللي فيه دي برضو لا تموت في صلة لللي هو بيحصل يعني اللي هو بيطلعه هو مجرد إن دي كأنها صورة بس وهو برمجنها طيب الاوجمانتد رياليتي ده أو القصدي معلش الميرج كيوب أنا أقدر إن أنا أستخدم معاه مجموعة كبيرة جداً من الابليكيشن إحنا استخدمنا ابليكيشن واحد بس معاه الابليكيشن اللي إحنا استخدمناه اللي هو الكو سبيسيز اللي ربنا يكرمها أمنية بدأت إن هي تدرب عليه إحنا استخدمنا ابليكيشن واحد لكن بص معايا في الصورة دي على فكرة الصورة دي أنا أشايرها لكم إن شاء الله على الفيسبوك النهاردة هي كل صورة موجودة في البطارياتك تيبل ده هايبر لينك للبرنامج مجرد إن أنت بتضغط عليه على طول بيوديك على البرنامج تعمله دون لون تخيلوا كل البرامج اللي موجودة في الصورة دي أقدر إن أنا أعمل بيها VR و AR أو Virtual Reality وأقدر إن أنا أستخدمه كمان مع المرج كيو يعني بطريقة على فكرة سهلة جداً بصوا لو أنتوا شايفين كده في السطر الأولاني خالص في الشمال تاني واحدة من تحت ده ده cost basis يعني ده ده يعني بصوا بcost basis ده واحد من كل من ضمن كل البرامج دي اللي ينفع تشتغل على المرج كيو لو أنتوا برضو في واحد مكتوب عليه R ال R ده اللي هو ال HB reveal هنبدأ إن إحنا نشرحه بالتفصيل هو ده اللي إحنا نقدر إلي هو كان اسمه في الأول أورازمة وتحول اسمه بعد كده ال HB reveal خلاص ده برضو هندرسه إن شاء الله طيب هو المرج كيوب ليه علاقة بMicrosoft آه ليه علاقة بMicrosoft أنا جايبها دي من الصورة دي مش عارفها أظهر عندك ولا لا اللي هي مايكروسوفت بارتنر هي مايكروسوفت بارتنر لي المرج كيوب وي آآ هلو هلو هايو سيدانيلي محبوط مع حضرتك معلش هتأخرت بس عن الوقتي معلش النت كان وحش قوي عندي معلش لا وليه ما حضرتك إحنا إحنا موضوع لنا عارضا عن المرج كيوب تمام إحنا بص إحنا كلامنا عن ال Augmented Reality تعريف بال Augmented Reality وهنبدأ إن إحنا ندخل على المرج كيوب مع الماينكرافت شفتها السورة دي أنا شفتها النهاردة فاته نعم ستورة بتات ميكروسوفت بارتنر دي شفتها النهاردة فاته نعم تمام هم موضوع للموقع وهما المرج كيوب كانوا يعني يعني هو فيش عراقه ما بين مايكروسوفت والمرج كيوب يعني فهو ده علاقة مايكروسوفت هي مايكروسوفت مش بعيدة على المرج كيوب أنا في صراحة أول ما بدأت إن أنا أطلع على الفيسبوك المرج كيوب أنا ما كنتش أعرف إنه هو ليه علاقة بمايكروسوفت خالص يعني أنا بالعكس أنا حاجة كانت عجبتني عند الناس قلت حبيتنا عرف المجتمع العربي كله عليها فبالصدفة ده حصل كل الصورة بتاعت الماجي كيوب واكتشفت بعد كده إنه هو طبع مايكروسوفت أنا ما كنتش عارفة إنه هو طبع مايكروسوفت والله فهو جت مصلحة طبعا إنه هو يعني طلع طبع مايكروسوفت عشان هو فعلا أب حلو يعني لطيف يعني طول لطيف طيب وما نقولش علي نالي نالي ما نقولش علي أصدفة كلها العظيمة بالضبط طيب تعالوا بقى ندخل مع إزاي بقى إحنا يعني إحنا الأول النهاردة بإذن الله هنشوف إزاي أستخدم المرج كيوب مع الماينكرافت المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله في يوم تاني هتبقى المرج كيوب مع الكوسبيس وبعد كده إن شاء الله هيبقى إزاي إن أنا أكريت بقى كلاس كامل عشان أستخدم المرج كيوب مع الطلبة الطوعي وبعد كده هنبدأ إن إحنا ناخد بقى هنطلع بره المرج كيوب شوية وندخل في المرج كيوب بعيدا عن المرج كيوب طيب أول حاجة هنبدأ إن إحنا نشوف الماينكرافت مع المرج كيوب أنا أحب إن أنا مش هعرض من صور أنا هشتغل معاكم live لكن لو حسيتوا إن هو الأفضل تبقى صور يعني لو البتاع هيبقى بطيب قلولي وأرجع تاني للصور أول حاجة أنا أول حاجة لازم تبقوا يعني سواني حول الدنيا لنهار أول حاجة علشان إن أنا أحول حاجة لل يعني أطلع حاجة أعمل export لأي حاجة بره الماينكرافت لازم وإنت بتبني حط في دماغك إن إنت تبني في مساحة زي ما إحنا قلنا كده في الثري دي لما بليجي نطبع طبع الثري دي لازم بعم بشتغل في مساحة تبقى مربع كده يبقى 32 في 32 يعني كله كل ضلع فيه 32 يعني مربع أبعاده 32 لازم يعني ما تعملش في مساحة أكبر من كده أنا عملك كعدة في مساحة أقل من كده يعني أنت تقدر تشتغل في مساحة أقل لكن ما تشتغلش في مساحة أكتر تمام؟ أول خلاص مبانيت الشكل اللي أنا عاوزة اللي أنا عاوزة أطلعه بره على المرج كيوب يظهر على المرج كيوب بقى أول ما أخلصه يعني أنا ما ينفعش إن أنا أخد بصوا مكة دي كلها بصوا هي مكة دي كبيرة جدا أكبر من 32 طبعا فأمت أنا أخدت اللي هي الكعبة بس البيت الكعبة ده أقل من 32 بكتير فهنزل اللي ما حضرش معنا اللي هو إزاي إحنا نطبع طبع صري دي أنا باجي في الكيبورد في علامة اسمها سلاش خلاص؟ لما بعمل سلاش هقول جيف الكيبورد اللي هي السلاش اللي هي الشرطة الميلة وهقول جيف space at الهو أنا يعني yourself اللي هو أنا structure structure underscore block وخلي بقى لكم لو أنتم اللي space لو ما تعملتش مش هيطلع لك الكود ومش هيطلع لك الحاجة اللي أنت عاوزها أنا بعمل سلاش وما فيش space جيف على طول بعد كده space add s بعد كده space تاني structure underscore block بس ودوس enter أول ما بعمل كده بينزلي التوبة اللي هي بحطها لي هي مش موجودة جوه في الـ inventory بينزلي توبة اللي هي رقم اتنين اللي لونها purple دي وفيه عنوقة soda خلاص؟ التوبة دي بروح وبيجي بأخطها هنا في الأرض جنب الكعبة اللي أنا عاوزة إن أنا أعمل لها export بره عاوزة أطلع الشكل السلي دي أنا عاوزة أطلعه بره عالم الماينكرافت خالص أنا كل الحكاية إن أنا بجيب التوبة دي عشان الشكل ده أخرجه من جوه الماينكرافت أنا عاوزة بره أبقى معايا على USP معايا في أي حتة خلاص؟ وبيجي بنفس الزرار اللي أنا نزلته به أجي أدوس عليه مرة تانية وأبدأ أزبط الـ X والـ Y والـ Z الـ X والـ Y والـ Z اللي موجودين في ناحية الشمال كلهم خليهم 32 ما تغيرهمش وده أكبر مساحة يعني للشكل اللي انت هتطلعه بره بعد كده هنا في الـ X والـ Y والـ Z اللي في اليمين بتبدأ ان انت تزبطه لحد ما الشكل متاعك ما بيظهر وتعرف ان انت تتحركوا يمين وشمال ويظهر معاك ان هو شكل 3D كده خلاص مزبوط معاك تمام؟ طيب انت لو عاوز تطلع الشكل ده بالناس اللي جوه بالناس اللي ماشية بالناس اللي حاجات دي انت ممكن تقول له include player لو انت مش عاوزه ان هو يبقى فيه البلاير اللي ماشين دولا قل له انا عاوز off مش عاوز البلاير دول يبقى معاك خلاص؟ طيب بعد ما زبطت خلاص الشكل لازم بتتيجي تديله اسم يعني بصوا انا هشيل الاسم كده خالص هتلاقوا الـ Export هنا مش متهايبارة مش هتتهايبر معاك أبداً غير لما تتيجي وتدي للشكل دوا اسم اول ما تديله اسم واجهة تدوس click في اي حتة بره خلاص الـ Export ده بيتهايبر معاك كده ويبقى مستعد ان هو يطلع بره انا هقول له Export تمام؟ هيجي يقول لي انت عاوزه توديه فيند انا هقول له انا عاوزه على الـ Desktop طيب انت عاوزه الـ Extension بتاعك ايه للأسف بقى الـ Extension ده اللي هو زي في الفيديو كده لما بيبقى عندي MP4 ده Extension MP3 ده Extension طيب الـ Extension اللي بيطلعوا الماينكرافت حاجة واحدة بس ما فيش غيرها اللي هي اسمه GLB ما بيخرجش اي حاجة تانية غير GLB خلاص؟ الامتداد ده؟ نعم الامتداد بتاعه ايوة الامتداد بتاعه بالزبط فهو ما بيخرجليش اي امتداد غير GLB بس يعني انا مقدرش ان انا اختار طبعا معظم البرامج يعني في برامج كتير جدا بتقول لك بقى مليون extension مليون امتداد يعني انت تختار اللي انت عاوزه لكن انا في الماينكرافت ما فيش غير GLB فانتهى خلاص انت اقول له هتسايفه فين؟ وسايفه وطلعه بره خلاص ده كان كل هدفي من الماينكرافت يعني الماينكرافت انا بعمل انا بعمل ايه بصمم عليه الشكل وبنزل بلوك عشان اطلع الشكل اللي انا عاوز احطه على المرج فيه بره خلاص؟ بعد كده هيجي بقى للشكل اللي انا اللي انا طلعته بره هلاقيه فين اهو هلاقيه فين اهو شايفين؟ اجيبولكم هنا على جنب كده عشان يبقى باين اهو نشوف تراته سانية طيب الـ 3D Builder يعني الـ extension ده. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ انا عاوز اغير الامتداد ده علشان يبقى متوائم مع الموقع بتاع المرج كيوب اللي انا هرفعه عليه. فبدخله على برنامج Paint. هقول له Open with Paint هو بيديه لي بقى كل الحاجات اللي هي 3D. انا هقول له انا عاوز افتاعه على Paint 3D. على فكرة لو انت ما عندكش Paint 3D ادخل على Play Store اللي موجود عندك في Windows 10 ونزله ده بينزل على طول. هو يعني ما فوش اي حاجة. فهو صحب. هو كمان عشان Paint 3D هبنستخدمه كتير. انا بقى مش عاوزة من البرنامج بتاع Paint 3D ده اي حاجة غير ان انا غير الـ extension. يعني اول ما هيظهر الشكلة عندي انا هقول له save as بس. انا مش محتاجة من البرنامج ده اي حاجة تانية. هنا. في المينيو. هقول له هنا save as. وبعد كده هقول له 3D model. وهنا في الاكستنشن افتح الاكستنشن هتلاقي فيه عندك كده حاجة. ايقول لك انت عاوزه GLB ولا عاوزه FBX ولا 3MF. انا اختار FBX. يعني ده كويس جدا مع الموقع. خلاص. وهقول له save. على الـ desktop برضو ولا يعني زي ما انتو حابيني. انا كده غيرت الامتداد بتاعه. طب انا غيرت برضو الامتداد بتاعه ليه؟ علشان الخطوة اللي بعد كده اللي احنا هنعملها مع الميرج كيو. طيب انا خلصت كده زبطت الشكل بتاعي وتمام التمام. انا هتقل بقى على الموقع بتاع الميرج كيو. خلاص. الموقع اللي احنا كلنا بقى دخلنا عليه وشوفنا اللي نزلنا عملنا download للحاجات اللي for free. الـ apps اللي موجودة for free. ده الموقع الاساسي بتاع الميرج كيو. هو ده الموقع الاساسي. اللي عليه كل حاجة. عليه الاخبار بتاعتهم. اللي عليه اللي هي الحاجات الـ apps المجاني والapps اللي هي اللي ممكن ان انت تشتريها. وخلي بالكو ده في الماس رهيب. بس هو بخمسة دولار. وعلى فكرة يعني هو طريقة الشراء بتاعته سهلة جدا. ما فيوش اي حاجة لو انت معاك كارت لأي بنك تقدر تشتري اونلاين عادي. وكل الحاجات دي كل دي اابس بقى ينفع انها تشتغل مع الـ VR والـ AR. تمام؟ طيب انا بقى هحتاج ايه من الموقع ده؟ انا هحتاج شايفين التلات نقاط اللي موجودين في اليمين دول؟ انا هدوس عليهم. انت بقى لو ما عملتش ليك اكاونت قبل كده قلوا create اكاونت. ولو انت عملت ادخل بـ sign in اعمل sign in. لو حابين تجربوا معايا وانا بتكلم يا ريت يعني اعملوا sign in. بتدخل الـ email بتاعك وبعد كده بتقولوا sign in بيبعث لك على الـ email وكده وانت تعمل confirmation. اومي بس يعني دي اول مرة يعني خلاص. طيب انا اول ما عملت sign in اهو زي ما انتو شايفين كده ظهر اسمي. طيب. اه. اهم حاجة بقى انا مستنية كل ده هو كان بيحمل. اهم حاجة انه هو يزغر لك بعد ما تعمل ساين اين ماي اوبجيكتس. ماي اوبجيكتس دي هي دي اللي انت هتحط فيها اللي انت عاوز. يعني دي اثنان. حدي بيسأل حاجة. طيب. اه. ممكن اللي فاتح المايس يخلو. ماشي. اه دلوقتي ماي اوبجيكت دي هي ده المكان اللي انت بتخط فيه ده المكان بتاني. الخاص بيك انت. اللي انت بتحط فيه اي حاجة انت مصممها. مش لازم يعني سواء حاجة على الماينكرافت. سواء حاجة بالبينت 3D. سواء حاجة بالكوز بيسس. سواء حاجة باي برنامج بيعمل اوبمانتد ريالتي. انت عاوز ترفعه على الموقع. ويظهر لك من خلال الموبايل. والناس تشوفه من خلال الموبايل. هو من ماي اوبجيكت. هندوس على ماي اوبجيكت. هتلاقيه بيقولك هنا. ادنيو. ادنيو يعني ابلود. ابلود الفايل اللي انت عاوزه. خلاص. بصوا بقى. اه الا احلال الامتداد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هو بيقرأ. اه اف بي اكس. او بي جي. وستي علشان كده انا ما كانش ينفع عندي انا كنت خرجه بجي ال بي من الماينكرافت فما كانش ينفع اي برنامج مش هيفهمه مش هيفهم الاكستنشن ده طيب احنا غيرنا الاني اكستنشن او اي امتداد احنا غيرنا الاف بي اكس خلاص طيب طيب وخلي بالكم الاستي ال بردو لو انتوا لقيتوا استي ال في اي برنامج محاولوا الاستي ال عشان دون يعني متعرف عليه الاستينشن ده متعرف عليه على كل حاجة سواء الطباع السري دي سواء الحاجة الاوجمانتد رياليتي متعرف عليه قوي الاستي ال طيب انا هروح اقوله تشوزها فاعل هروح اشوفه انا بقى سيفته فين لو انا جيت هنا فين عبسكتو اهو مش عارفة كان اسمه مكة ولا مكة تو خلاص مكة بس مكة بس تمام هيبدأ ان هو يعملهولي ابلودي هيبدأ ان هو يرفع خلاص اول ده ما بيخلص رافع انا يعني مش هخليك كمل رافع عشان الوقت عندنا اول ما بيخلص الابلودي بيخلص يظهر عندكم هنا كده هي دي زي اللي سواء يا جماعة بيسيب لك الحاجة على الصفحة الرئيسية بتاعت ماي اوبجيكت يعني التلات حاجات اللي انا عام لهم دول انا اللي رافعاهم يعني حاجات سري دي انا اللي رافعاهم تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الجزئية اللي موجودة على الجزئية اللي بعد كده هنستخدمها من الموبايل انا جايبا لكم بقى سكرينشوت للجزئية اللي بعد كده الجزئية اللي بعد كده بقى انت هتدخل على البلاي ستور بتاعك من الموبايل وهتنزل اللي هي اسمها اوبجيكت فيور فور ميرج كيوب اللي هو الابجيكت فيور لازم انت تنزلها يعني ايه طب الابجيكت فيور دي؟ الابجيكت فيور ده هو ده على الموبايل خاص بمرج كيوب تقدر ان انت تشوف من خلاله اي تصميم انت مصممه بحيث على الميرج كيوب يعني يبقى كيوب قدامك وانت مصمم اي حاجة يعني بتقدر ان انت تشوف شغلك من خلال البرنامج ده والكيوب تمام؟ بتعمله دونلود من عندك على البلاي ستور اللي في الموبايل خلي بالكم اللي في الموبايل بعد كده بتعمل برجو بتعمل ساين ان من نفس الثلاث نقط اللي احنا كنا اللي هي فين؟ اه من نفس الثلاث نقط كانوا هنا في اليمين اللي في البرنامج خلاص وتعمل ساين ان بنفس الاكاونت اللي انت دخلت بيه من على اللي انت رفعت بيه الشغل بتاعك نفس الاكاونت ماشي؟ نعم 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 وبعد كده تيجي تنزل تاني على وبعد كده تيجي تنزل تاني على ماي اوبجيكت بعد ما بتنزل على ماي اوبجيكت بتشوف الحاجات اللي انت رفعها خلاص؟ نعم نعم بتدوس على اي حاجة من الحاجات اللي انت اللي موجودة ده ماي اوبجيكت وبعد كده تيجي بتسلطها على الموبايل يبدأ ان هو يلقط معاك الشغل اللي انت عامله اللي انت رفعه على الموقع بس حد عنده اي سؤال؟ حد عاوزني اقول تاني من الاول؟ اسلامي 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 طيب انا هقول كده ملخص للموضوع انت دروقتي بتصمم اي شكل على بتصمم اي شكل على اي برنامج 3D هو مش لازم يعني مش لازم الماينكرافت انت بتصمم على اي حاجة 3D خلاص؟ اي برنامج 3D لو مسلا اخدنا كور اكزامبل اللي هو الماينكرافت علشان هو اصلا اصلا للحاجات اللي هي 3D فانا بصمم عليه اي شكل انا عاوزاه بصمم مثلا ممكن كيوب ممكن اصمم كيوبوي ممكن اصمم مثلا مدحف ممكن اصمم مدينة كاملة طيب بعد ما انا اصمم الحاجة دي ببدأ ان انا اعمل لها اكسبورت بره بعمل لها اكسبورت بره بايه؟ بسلاش جيف اس 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 بروح افتح الموقع بتاعي بتاع الميرجي كيوب. بعد ما افتح البرنامج بتاعي بتاع الميرجي كيوب بروح اعمل ساين اين عليه. بعمل ساين اين عليه. بعد ما بعمل ساين اين عليه من التلات نقاط اللي في اليمين خالص. بعد ما بعمل ساين اين بروح على ماي اوبجيبت. بعد ما بروح على ماي اوبجيبت اقول له ادنيو اللي هو الابلود يعني الابلود الطبيعي. بعد ما بعمل ابلود بيظهر عندي في الصفحة الرئيسية اللي بتاعي ماي اوبجيبت. دي حاجاتي شغلي انا. خلاص؟ والناس تقدر ان هي برضو تشوفها على فاكرة انت ممكن تعمل لها شير وان الناس تشوفها. دقيقة الشاشة بتاع السكايب هي اللي بينت. اه ما هو انتو عاوزيني اشرح لكم على الموقع تاني؟ لا انا باستبكت اه. سوى. بعزا تشرح من. ماش. طب انا يعني عادي ممكن اجيبها من الباور بوانط. خلاص؟ اهي. بعد كده هتظهر في مي أبجكت. بعد ما بخلص بقى وارفحها على مي أبجكت. ببدأ ان انا اروح هنزل اللي هو البرنامج بتاع المرج كيوب فيور على الموبايل عشان انت قصاً لما هتيجي هتعمل الكوننكت هتعمل من ايه؟ هتعمل الكوننكت على الميرج كيوب من الموبايل فانت بتنزل اللي هو الفيور اللي يقدر انه هو يلقط بقى الميرج كيوب يعني هو الوسيط ما بين الشغل بتاعك وما بين الميرج كيوب خلاص؟ بعد ما بتنزله بتدخل برضو تعمل ساين اين بنفس الاكاونت اللي انت رفعت عليه شغلك على اللابتوب وتقول له وتفتح ماي اوبجيكت وتدوس على الشكل اللي انت كنت لسه رفعه وتسلت الكاميرا على البرج كيوب هيظهر لك على طول الشكل وهو بيطلب منك انك انت تدخل الكود بتاع الشكل كمان بصي هو انت ممكن تدخلي بحاجتين لو انت عاوزة حد تاني يستخدم اللي انت عاملا ده انت تقدر ان انت تدينه كود يعني انا يا ميس مونة انا عاملك كعبة طب انت عاوزة تشوف الكعبة دي فانا انا ممكن اديك الكود اللي انا عاملا به الكعبة فانت تقداري من خلال الجهاز بتاعك تقداري ان انت بالمرج كيوب تقداري ان انت تشوفي الكعبة اختي نلي ايوة نجمو نجربو معناتها نشوفو حاجة من 3D اللي انت صنعتها من الموبايل متاعنا نعم نعم معلش ميس فاطمة ممكن حدك تقولي سؤال تاني سؤالي هلنا استطيع ان نشوفو اي حاجة من 3D اللي صنعتهم انت من الموبايل متاعنا انت عاوزة تشوفي حاجة من اللي انا صنعتهم من موبايل ايوة طيب هو بص يا ميس فاطمة على الماينكرافت انت اوزك على الماينكرافت مثلا الكعبة او اي حاجة اخرى اه انا انا رفعها على فكرة على الفيسبوك او تويتر كمان بس المشكلة ان انا ما بشغلش فيديوهات على سكايب علشان بيمشي يعني بيبانى عنده كنتو بطيء لكن انا ممكن اموريك الشيطة بتاع الكعبة بعدما انا خلصتها والطلعتها على الميرجي كيوب اوهاوا يليكي بكم شاهدها عندك؟ زهرة عندك على الشاشة ستراتك هي ذهرة معنتها هي الكعبة اعني انا كده نصورة صورة من مصورة يعني الكعبة دي غارة جدا جهو الميرجي كيوب لو عندي كثيرة يا ميس نيلي حد عارفة ماسك السولار سيسلم او حاجة هيكون بالنسبة لهم الدنيا اوضح هي عاوزة حاجة من الماينكرافت من اللي انا عاملاه انا فهمت ان هي عايزة تشوف حاجة شكلها ايه بتوبة بالتري دي لا مجربيهم الاخرين اما انت شفتهم اما حبيت انه معانيتها الشكل من الماينكرافت بشوفه بالموبايلي اي 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 اوه هو ده كده انا بصي الصورة دي قانيا اسكرينشوت من الموبايل الي انا افتحه به الفيور بتاع الميرج كيوب. Carlos Ngours وانا مسلط الموبايل علي الميرج كيوب فهو عاملي الكعبة حاطيتلي اللكعبة دي صورة انا واخدها استكرينشوت حتى بصي البرنامج هتلاقي علامة بتاعته في فوق اللي هو القصين ما بينه منقطة دي علامة الميرج كيوب. اه واضح عايشك. في كذا حتى على فكرة برضو كان عامل شير انا بس انا عاملة الخطوات دي بالتفصيل في سوي برضو يعني اللي انا رفعها برضو على الفيسبوك الخطوات بالتفصيل لحد ما توصلي ان انت طلعي الحاجة تقريبا مسيارة كانت برضو عاملة تتبعت الخطوات وطلعت برضو الشغل من الماينكرافت على الميرج كيوب هو سهل جدا وخطواته سريعة انتو على فكرة بتعملوا الخطوات دي مرة واحدة بس يعني الميرج كيوب بيور ده انتو بتنزلوه مرة واحدة بس وبتعملوا create account على الميرج كيوب مرة واحدة بس على فكرة بعد كده بكل المواضيع دي هتبقى سهلة بالنسبة لكم وعلى طول بتعملوا الحاجة 3D وترفعوها وعلى طول بتظهر معكم على الميرج كيوب فهي سهلة قوي يعني مش هتلاوي فيها صعوبة خاصة اما ده ما تلاقيش من الموضوع احنا نلاقي حاجة صعبة دي ما احنا عندنا نيلي برضو تقول لنا تقول لنا اي حاجة هبتر بنخليك اي حاضر هتلعلك هتلعي الكود بتاع الكعبة وهبعطه لحضرتك من عناية الاثنين ايوة ما هو يا ميس ماي خلينا متفقين ان احنا انا شفتي الكريات اكتبه بتاعة الAR والBR اللي انا شايرتها من شوية دي سويني اشايرها لكو تاني بصوا البرامج دي كلها بتقدر ان انتو تعملوا بيها اشكال 3D وبعد ما بتخلص الشكل اللي انت عامله تقدر ان انت برضو بنفس الطريقة تروح ترفع الشكل اللي انت عامله في مي اوبجيكت فهيظهر معك عند الميرج كيوب خلاص يعني اي برنامج من اللي انا مش هيرا دلوقتي علي الشاشة دي هتستخدمه وتعمل بيه حاجة اوجمنتد رياليتي او vr بهايقدر ان انت اترفعه علي الماي اوبجيكت ويقدر ان انت تشوفه علي الميرج كيوب الماي اوبجيكت اللي في الميرج كيوب ده بيسمحلك ان اي حاجة ترفعها في مي اوبجيكت شوفها هو المرج كوب اي حاجة اي حاجة هو قبلها خلي بالك علشان انا ساعت لما باجي برفع اكستنشن هو ما بيقبلوش هيقول لي لا ما بينفعش اقل لي كتير انه ما بينفعش عشان كده لازم تغير الاكستنشن لحاجة تتناسب معه المرج كيوب فاي حاجة انت هتقدر ترفحها في الحتة دي هتبال معك في المرج كيوب ده فور شور يعني سؤالي اني اللي بعد ازي بالنسبة للبرامج هذيك اللي متعرضها دي دي الخطوة الاولانية ان انا بس صمم من الحاجة اللي انا عايزة بعد كده عشان اشوفها لازم اروح ارفعها على الموقع بتاع المرج كيوب عشان اعرف اشوفها دوسي يا مستر اشرف ده داي اي خلي بايلك ده داي يرجع لك انت ممكن ان انت تعمله على المرج كيوب او ممكن ما تعملهاش على المرج كيوب انا ممكن استخدم حاجات تانية بس احنا هنشرح الحاجات دي بالتصميم اللي شو كانت جاية يعني انا هبدأ ان انا اتكلم معاكو زي ان انا عبعد زي ان انا عبعد عن المرج كيوب خالص واستخدم الاهمال في التصميم على حاجات من تصميمي انا بس نشوف انا خليها في السيشن دي خليها في السيشن ان شاء الله اللي جاية باذن الله هنبدأ ان احنا نتكلم عنها تمام تمام احنا اول تلاتة سيشن هنتكلم على المرج كيوب بعد كده هنتكلم ان احنا هنبعد عن المرج كيوب خالص وهنستخدم حاجات تانية زي كتاب المدرسة زي كروت انا اعملها واستخدمها عندي في الفاصل تبقى اوجمانتد ريالتي زي مجلة المدرسة زي صحيفة المدرسة ازاي ان انت تحولها عارفين يا جماعة هاري بوتر زمان في الافلام بتاعته كان بيفتح الجرنان وجرنان كان بيتحول لفيديو احنا هنبدأ ان احنا نعمل كده لا بس نيل الصراحة انت بيت حياة جامدة خالص على الفكرة يعني انا ربنا يخليك انا ولا حاجة والله ابتعد والله العظيم ربنا يبارك فيك بني اكرمك بني اكرمك بني اكرمك والله اخجلتوني بس فحد حد حد بقى عنده اي سؤال في الجزئية دي او في اي حاجة مش قاضحة بالنسباله لا تمام احنا هنعمل حاجة يا جماعة احنا علشان نتأكد ان خلاص انتوا خلي بالكم ان احنا كل مدى هنصعب الموضوع و هندي حاجات اكتر و كده فاحنا علشان نبقى متأكدين ان كل الناس الخطوة او كل خطوة احنا احنا ان الناس متمكنين منها فان شاء الله هنعمل المحاضرة يوم اه و يوم لا اه بحيث الناس تقدر انها تطبق خلاص؟ وهعاوز اشوف الشير بتاعكم بقى كل واحد تطبق على الحاجة اللي احنا ناخدها و يطبق و يرفع على الفيسبوك و تويتر و عاوز اقول لكم حاجة تبصوا يعني مع تويتر اهم في الشغل ركزوا مع تويتر تويتر الناس المهمين باصحاب الشركات ما بيبصوش على الفيسبوك الفيسبوك لغنى عنه بس ركزوا شغلكوا ان انتوا تشيروه و اعملوا منشن للناس المهمين اللي في الشركات عشان تتعرفوا عشان تتعرفوا و بيردوا على فكرة و بيتواصلوا جامد على تويتر فهتموا بتويتر قوي قوي يعني انا مكنتش انا كنت هاملة تويتر و كنت غلطانه فاهتموا بتويتر مو تويتر مهمة اجوا و ان شاء الله مستنية الشغل بتاعكم باذن الله تعملولو شير ان شاء الله على الفيسبوك عشان ندخل على المرحلة اللي بعدها باذن الله ان شاء الله بالعرف بالعرف احفظت يا رب عليك مع السلامة السلام عليك حد عاوز اي سؤال قبل ما اطلع لا تمام كده تماميس فاطمة ميسمونيا مستر شمال اي حد محتاج اي حاجة يعيشك يا ميسم فاطمة انا احب اتكلم تونس عشان اقول يعيشك بارشة بارشة صح بارشة بارشة كمان تمام تسجيل المحاضرة مثل اللي معلش حت الاخيرة مثل اللي معلش حت الاخيرة بس هو يوم بعد يوم المحاضرات مش يبقى بكرة يعني بصي لو هيبقى فيه بكرة ممكن يبقى برنامج تاني لكن انا قلت بالنسبة الاجمانتد رياليتي يعني ان انا عاوزة ان انا يبقى فيه يوم فاصل بحس ان الناس تلحق تطبق عشان يعني هو من غير تطبيق ولا ليه لازمة خالص يعني السبت الثاني ان شاء الله هتوبك جمعة اه ان شاء الله يوم الجمعة بإذن الله او السبت لسه يعني هكتب لكم على الفيسبوك بإذن الله نبي السبت احنا مشغولين خليها الجمعة نشي ضايم نشي نتفق انا وينش بعد ما نخلص السبت ان شاء الله خلاص يعني اوكي اوكي